السلام عليكم متابعين الكرام من هو الصحابي الذي صلى في النار أمام أعين الناس ولكن قبل مشاهدة الفيديو أدعمونا بإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديو هذا الحقيقة إن نظرة الصحابة إلى السنة كانت نظرة فريدة حقا وتعظيم الصحابة للسنة كان بدرجة لا يتخيلها إلا من درس حياة الصحابة بعمق ودرس كل نقطة من نقاط حياة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ثم تفاوتت بعد ذلك نظرة اللاحقين إلى السنة الذين جاءوا بعد الصحابة فاختفت نظرتهم للسنة فمنهم من عظمها ولكن كشيء نظري جميل تاريخ رائع لإنسان عظيم لكن يؤخذ منها ويطرق كيف ما شاء ومن الناس من اعتقد أنها شيء من الكماليات قد يجمل ولكن ليس ضروريا ومن الناس من اعتقد أن السنة كانت أشياء خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم وليست لعموم الأمة أما اليوم سنتعرف على الصحابي الذي صلى في النار أمام أعين الناس فقد تتسأل عزيزي المشاهد من هو هذا الصحابي؟ ولماذا صلى في النار أمام أعين الناس؟ هذه قصة لم يسمعها الكثير من قبل والسبب قلة البحث وقلة الداعين إلى دين الله وقلة القراءة لمعرفة أبطال هذا الدين ومعجزات الله في الأرض وسنقوم برصد أغرب القصص التي حدثت في تاريخ الإسلام وهي قصة صحيحة حدثت من قبل في عصر سيدنا إبراهيم عليه السلام حيث عندما قام أهل سيدنا إبراهيم برميه في النار بعد قيامه بتكسير الأصنام التي يعبدها أهله وحدثت معجزة الله حيث لم تقم هذه النار بنمس سيدنا إبراهيم ولم تقم بإصابته أي إصابة وليكرر الله هذه المعجزة مع شخص صحابي ولكنه لم يقابل الرسول لذلك يعتبر من التابعين حيث أسلم في عهد الرسول وهو أبو مسلم عبد الله بن ثوب الخولاني وهو من أهل اليمن وكان يريد أبو مسلم ملاقات الرسول ولكنه ذهب متأخرا إلى المدينة حيث وصل بعد وفاة الرسول مباشرة ولهذا التابعي قصة عجيبة وكرامة كبيرة أثبتها العلماء في كتبهم وهي أنه بعد انتقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى ظهر رجل في اليمن يدعى الأسود العنسي وادعى النبوة ودعى الناس إليه فتصدى له هذا التابعي الجليل وجهر بتكذيبه وقال له أمام الجميع إنك كاذب وكان الأسود العنسي شديد البطش وقبيلته من أكبر القبائل فأمر أتباعه أن يشعل ناراً كبيراً ليلقي فيها هذا التابعي العابد المؤمن أمام الناس وخيره قبل إلقائه إما بالإقرار بنبوته أو أن يرمى في النار ولكن هذا التابعي الجليل كان ثابتاً على الحق قابضاً على إيمانه فألقوه في النار وظل يذكر الله سبحانه وتعالى ويدعوه ويقال إنه صلى في النار فأيده الله سبحانه وتعالى بالكرامة وحماه من الاحتراق فخرج من النار ولم يصبه شيء وسط ذهول الناس ومدعي النبوة الأسود العنسي والذي أمر بإخراجه من اليمن حتى لا يفقد ولاء أتباعه إنه التابعي العابد أبو مسلم الخولاني والذي ذكر كرامته تلك وقصته عدد من العلماء الثقات وتلقوها بالقبول ومنهم الإمام البيهقي في دلائل النبوة وابن كثير في كتابه البداية والنهاية والإمام بن حبان في صحيحة والإمام القرطبي في كتابه الاستيعاب في معرفة الأصحاب والإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء والإمام بن عساكر في كتابه تاريخ دمشق وغيرهم الكثير وذهب إلى المدينة حيث شاهده عمر بن القطاب رضي الله عنه فقام إليه فقال ممن الرجل؟ قال من اليمن قال ما فعل الذي حرقه الكذاب بالنار؟ قال ذاك عبد الله بن ثوب قال نشدتك الله أنتهو قال اللهم نعم فاعتنقه عمر وبكى ثم ذهب به حتى أجلسه فيما بينه وبين الصديق فقال الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من صنع به كما صنع بإبراهيم الخليل إن أعجبكم الفيديو اشتركوا في القناة دعنا لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك ترجمة نانسي قنقر